أقر تقرير برلماني فرنسي المخاوف بتنامي قدرات الجيش الجزائري وتحول البحرية الجزائرية إلى قوة مرعبة في غرب المتوسط محذراً بالمقابل من سيناريو حرب محدودة بينها وبين المغرب وهنا سنستمع لمداخلة نائب فرنسي خلال جلسة لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي بتاريخ السابع عشر فبراير الفين واثنين وعشرون كما تحدثت من قبل سيد الرئيس شاصان حول البحرية واستنتجنا مما سمعناه أنها قوات بحرية ذات احترافية عالية تستحق الاحترام بل تفرض الاحترام وهذا يثبت أن الجزائر تمتلك قدرات عسكرية جد هائلة كل ما قد سمعناه هنا قد قيل لنا وقد أتاحت لنا التدريبات المشتركة التي تمت بين فرنسا والجزائر قبل ظهور بعض التوترات قد أتاحت هذه التدريبات الإطلاع على مستوى التأهيل العالي بشكل واضح للغاية وبالحديث عن سباق التسلح بين بلدين تربطهما علاقات أكثر توترا أي المغرب والجزائر فالملاحظ أنه لا يزال يظهر خللا كبيرا في التوازن بين الجزائر والتي هي قوة عظمى والمغرب الذي لن يستطيع أن يصل إلى المستوى الذي هي عليه الجزائر اليوم رغم كل هذه الجهود التي بذلها المغرب إذن الخاتمة هي أننا نأسف لعدم توفر المزيد من الأيام أين كنا نسافر فيها بكل سرور إلى الجزائر للقاء الجزائريين قناة فريمان الرسمية تقدم شكرها العميق لكم جميعا على دعمكم المتواصل ومشاهدتكم المستمرة بفضل تفاعلكم وحبكم لقناتنا نستمر في العمل أكثر